وعشان كده تعالوا نشوف شوية إجراءات إحنا لازم نعملها عشان نقدر نوصل بهذه الطريقة إن أولادنا يكونوا معانا ومغروس فيهم القيام أول حاجة إن السلوكيات المبدئية اللي أعلم أعلم بها أولادنا القيام الرحمة والخير والكمال أول سلوك لازم يكون فيه رحمة لازم أعلم ابن الرحمة وأعمل إيه عشان أعلمه الرحمة أخليه الناس اللي حواليه الناس اللي بيساعدونا في البيت أو الناس اللي موجودين أو الناس اللي في المدرسة الناس كل حتة أعلمه إن هو يساعدهم يساعد الناس وما يشدش عليهم ولا يقص عليهم ولا يضغط عليهم بالعكس هو لما يتعود إن هو يخفف على الناس يبتدي سلوك الرحمة يدخل قلبه ويبقى إنسان رحيم الحاجة التانية إن أنا أعوده لازم أعوده إن هو يلتمس الأعذار ومنبادل أعوده على المسامحة أقول لكم حاجة طول حياتي أشوف اللي تربع المسامحة فتبقى المسامحة سعلى عليه طيب والشخص اللي هو بيسامح ده بكأنه ممسوح على قلبه فالوجع ما بيلزقش فيه الشخص ده تلاقي الوجع ما بيلزقش فيه تاني حاجة لازم أعلمه الخير نعلمه إن الحاجات الزيادة عندنا يكون فيها نصيب للناس متسرس بيها ويحاول يتعالى بيها على الناس لا يتعود على ده وكمان من الخير لازم أقوله إن هو يتعود على يخدم الناس كل يوم من أيامه يبقى عنده خدمة بيقدمها للناس وكمان أعلمه حاجة من الجمال نعلمه إن هو لما ييجي يشوف حاجة يشوف أجمل ما فيها زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم طور رؤية الحواريين مع سيدنا عيسى لما علمهم إن هم يشوفوا أبيض ما في السن بياض سن الشيال ميتة حضرت النبي قال لهم هل لنتفعتم بإيهابها فمش علمهم إن هم يشوفوا الجمال بس ده علمهم ينتفعوا بالجمال علموا أولادكم إن هم لما يكونوا في المدرسة لما يكونوا في الشارع لما يكونوا في الطريق أول حاجة تقع عينيها عليهم أول حاجة تقع عينيهم عليها هو الجمال وأهم حاجة أنه نعلمه أن النظافة مثلا قيمة جمال مش أن النظافة شيء يخليه يحصل على التميز عندنا لا نعلمه أن النظافة والنظام جمال وساعة ما نعلمه أن الحاجات دي كلها جمال هو يحس أنه لما بيعمل الحاجات دي بيزداد تقلق وبيزداد قبول وبيزداد فرح يا رب اجعلنا قادرين مش هتكون دي الحلقة الأخيرة اللي احنا بنتكلم فيه عن ترسيخ القيم في أولادنا بالعكس ده سلسلة حلقاتنا اللي جاية كلها هنتكلم إزاي نرسخ القيم ونغرسها ونسقيها ونفتح يدينا لربنا سبحانه وتعالى ونقوله احنا وضعنا الحب وأنت يا مولانا بيدك السمرة